بسم الله الرحمن الرحيم قال فاطنة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني بضعة مني قطعة من لحمي ودمي جميل أن يسمع الولد أو البنت هذا القول هم باللغة العربية الفصحى الولاد لا يفهموا باللغة العربية الفصحى لما تقل له للولد أنت اطعى من قلبي وملكت قلبه واذا بتقل له ياها للبنت أنت اطعى فلثة كبيدي وهكذا حقيقا يطلقون الأباء مو بس للصغير صغير والكبير قال وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا عباس عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا عم رسول الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم هلا الدنيا شو بيقول لك أبي فلان قال فين أبي مين فلان الوزير الأمير يوم القيامة لا ينفع لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبين أبوك جدك هذا كلهم ما بينفع عباس وما أدراك قاله لا أغني عنك من الله شيئا لا تقول أنه عم يعني أنا عم النبي عليه الصلاة والسلام ما بينفع من يعمل يلي بيشتغل هلا زلت فوتت على قاعة الامتحان تقول لهم أبي فلان ما فيه كتوب لو أنه في الدنيا بقولوا أنه فيه خيار فقوس الخيار معروف والفقوس بقولوا هذا اللي بيشبه الخيار طيب روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عليه المرض النبي عليه الصلاة والسلام إجاء المرض ثلاثة أيام هيك السنة للواحد ولا على السنة يا رب ثلاثة أيام بتلاقي تغيرت حياته كلها وانذهب إلى الله عز وجل صفيان الإنسان بيعود والله في أخل تلكون قال لي أبي صلوا على يعني سرير المرض عشرين سنة هذا امتحان امتحان للمريض امتحان لأولاده يا رب دخيلك عشرين سنة يريد دواء عشرين سنة يعني تعرفوا عشرين سنة معناتها كل سنة أسوأ من السنة اللي أبلم منها يا رب على الإيمان لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض قالت فاطمة وكرب أباه يعني بالعام بيقولوا أولي على آمتي يعني من أجل ماذا يعني وكأنها يعني في ناس بيقولوا هيك بيقولوا إن شاء الله أنا أولى أنت لا تقولوها هذه دعولوا بالشفاء لأنه لما تكون ساعة استجابة تصير بالفعل خاصة الأمهات شو بتقول أنا يجي علي المرض أحمل عنك ولا لا تقولها قالت وكرب أباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم كرب هو الشدة وكأنها تقول ما هذا المرض الذي ألم بك يا رسول الله الكرب الألم المريض يتألم كانت جدتي تقول الله لا يدوّئ المرض ليهودي كثير ما أنه المرض يعني مؤلم دعوه للناس بالشفاء وحذاري أن يكون عندك شيء من الاستهزاء بأي مريض قريب أو بعيد تحكي كلمة بالغلط لك فلان ولا طلع معه المرض لفلانين استاهل يا لطيف ترك الشماتة بالأعداء شلون المؤمن تعد تشمت بمرضه الله يشفي الله يعافيه الله لا يدخلنا مشافي أقول أمين تعلمنا دعوة من أحد أساتذنا اللهم لا تدخلنا مشفاً ولا سجناً ولا سجناً ولا تحوجنا لعملية جراحية لك لا قسم شرطة وإذا بدك تفوت شاهد تطلع أيش عم تشاهد طيب قال لا كرب على أبيك بعد اليوم قال فلما نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أذيع موت خبره دفن قالت فاطمة يا أنس أنس بن مالك خادم النبي أطابت أنفسكم أن تضعوا على رسول الله التراب شلون شلون إجاب من ألكون أنه النبي تنزلوا على التراب وعلى القبر وأن تضعوا عليه تراب هذه البنت هذه هذه العاطفة سبحان الله لم يكتب لها أن تعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ستة أشهر قال ابن عباس فاطمة أول من جعل لها النعش شو النعش نعش هذا اللي بيغطوا فيه سبحان الله يعني كل بلد إلى هلأ نحن هون منغطي منغطي التابوت بيسموه هلأ بمكة بتلاقيه الزلمة مثل ما هو هذا هو النعش أن تغطى المرأة قال عملته لها أسماء بنت عميس وكانت قد رأته يصنعوا بأرض الحبشة هذا كله من الستر أخوانا الكرام هلأ المرأة اللي عم تكشف جسدها وآخر شو بدني ساو بدني يستروها ولفوها أصلا إذا كان الواحد يعني مات المغرب بيطلعوه تاني يوم الظهر بس بدني خلصوا منه شو بيقول لك كرام الميت إيش نداء لكل امرأة تكشف جسدها شو في السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت طلبت من أسماء بنت عبيس وهي عمرها 29 سنة أنه إذا أجل أجل تساوي لي مثل ما ذكرتي لي أنه هذا يسمون النعش قال عن عمره بنتي عبد الرحمن قالت صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عم النبي عليه وسلم هلأ عم أبوك عمك وخال أبوك خالك قالت وفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان ثلاث رمضان سنة إحدى عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع وعشرين سنة رضي الله عنها وارضاها ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب هو اللي دفنها صعب صعب أنه الزوج شوفوا أخوانا الكرام ستنة فاطمة وما دفنت في البقيع ما دفنت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة لما النبي خبرها قديشة فاجعة لو كان البنت بتموت بحياة أبوها صعب الله عز وجل يصرف عنا البلاء ولا يمتحن بأولادنا من أصعب مواقف الحياة أخوانا الكرام أن يبتلى الرجل أو المرأة بوفاة أحد أولادهم دعولون الله يسلمون دعولون الحياة صارت صعبة واحد بحادث سيارة بتلاقي راحة اثنين شوفوا الحياة الحياة صعبة دعولون الله يسلمون الله عز وجل يرفع هيك قدر بالعلم وبالإيمان ومثل ما نحن هلا حريصين على يعني أنه ينجحوا بالثانوية العامة والإعدادية العامة وبالجامعة يكون عنا حرص أن يكونوا مؤمنين هلا يا بيضبط شوفوا يا بيضبط قبل العشرين يا بن حرف لذلك مو قبل العشرين أنا بلكون أول خمس سنين هني يعني أساس كل شي لغ صغير شو صغير خمس سنين ما لحقته خمس سنين ست سنين ما لحقته ست سنين سبع سنين ضلك معه هيك وضلت جاهد هلا في في أولاد صعبين للعشرين ودعو له بالهداية ودعي لها بالهداية هاي بدا حجاب وهي بدا إيش عودة إلى الله عز وجل توفيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت في البقيع وكلما زرنا البقيع نزور الزهراء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبيها هيك النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيقول له ابن أبو وهي بنته ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم الحسن والحسين شوفوا منه وأرضاها نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة الحسن والحسين سادة أهل الجنة من الشباب وسيدة فاطمة سادة وسيدة أهل الجنة من النساء والله كأنهم بارح عم شوف هيك التاريخ التاريخ كأنهم بارح أنت أيامك هلا شو أيامك هلا عمرك ستين سنة ارجع شريط الزكريات الستين سنة مروا مثل المنام كذلك تلك الأحداث التي مرت على الأمة كلمح البصري أو هو أقرب ما منلاقي حالنا إلا وين صرنا عند الله عز وجل أسألوا الله عز وجل نحن أخذنا أربعة دروس عن السيدة فاطمة حتى إيش حبيت أنه هيك الضل مرسخ السيرة في إيش قلوب اللي عم يسمعوهن خاصة سر النبي عليه الصلاة وسلام سلام وسيدنا فاطمة لما تقدم لها أبو بكر من أجل أن يتزوجها كان شرف ما هو واحد يأخذ بنت النبي النبي قال له نشوف شو الله يصير نحكي بالموضوع مرة ثانية أم تقدم لها سيدنا عمر كمان النبي عليه الصلاة والسلام طوى السيرة فلاثنين فهموا أنه الموضوع مسكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فمن حبهم وأدبهم واحترامهم لبعض هن وجه سيدنا علي أن يذهب واخطب فاطمة فلعل النبي يرضى فهو كان نسيان الأيام يكون الإنسان سبحان الله أمك بتروح بتخطب من المهاجرين ومن المزة ومن آخر شيء بتاخد لك بنت مين بنت جارك الملاصم بينسى الإنسان ما يعرف ففتحوا له شيء ما فطن له طلبها أمعطها النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر كبير سيدنا أبو بكر كبير مع أنهم العرب ما كان عندهم شغل كبير وصغير كانت الزيجة سترة هلأ الزيجة سامحوني كله يتفقص تفقيس بدنا مثل هاد بدهم مهند والشاب مين بدهم بدهم ملكان وبتجي للناحية العملية لا بينفع هاد ولا بينفع هاد بده رجال الحياة بده عمل الحياة بده شغل وبعد العمل والشغل بده بده انفوس مؤمنة ربي وين اللي عطيني أب أب هم وشغله وأكله وشربه وبسطه أولاده اللي حل عني أما سيدنا علي رب رجال ستنا فاطمة موسيقى 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 موسيقى